أهلا بكم أظهرت أرقام وزارة المالية ارتفاع عز الموازنة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 36% عن المستهدف في موازنة العام 2019 حيث بلغ عز الموازنة بعد المنح منذ بداية العام ولنهاية شهر آب 891 مليون ونصف المليون دينار في حين أن المستهدف في موازنة العام الحالي هو 645 مليون و600 ألف دينار هذا هو المستهدف في 2019 وعدما تحدثنا نسبة الارتفاع وصلت إلى 36% عز الموازنة المتحقق في أول ثمانية أشهر من العام الحالي والذي سجل ارتفاعا عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 14% جاء نتيجة عن الإرادات العامة المتحققة والبالغة 4 مليارات و873 مليون دينار هو المستهدف في 2019 المتحقق في أول ثمانية أشهر من 2019 كان 4 مليارات و873 مليون و56% من المستهدف وبالنسبة إلى النفقات العامة المستهدف كان 9 مليارات و255 مليون المتحقق في أول ثمانية أشهر كان 5 مليارات و765 مليون و62.3% من المستهدف الإرادات العامة جاءت نتيجة ارتفاع الإرادات المحلية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 4 مليارات و721 مليون دينار وبنسبة 4.2% عن ذات الفترة من العام الماضي مقابل تراجع حجم المنح الخارجية كما نلاحظ إلى 151 مليون دينار و800 في 2016 حيث كانت 190 مليون و700 ألف دينار في 2018 أما الإرادات الضريبية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 9 بالعشرة في المئة لتصل إلى 3 مليارات و63 مليون دينار في أول ثمانية أشهر جاءت نتيجة ارتفاع إرادات الحكومة من ضريبة الدخل بنسبة 10.3% وضريبة المبيعات ونلاحظ تراجع في ضريبة المبيعات بنسبة 1.4% وكانت هي مليار و 973 مليون وهذا بسبب ضعف القوى الشرائية وضريبة على التجارة والمعاملات الدولية مثل الرسوم والجمارك بنسبة 6.4% وهذا دلال أيضا على ضعف التجارة 179 مليون و800 ألف دينار وضريبة بيع العقار 50 مليون و800 ألف دينار نسبة التراجع في بيع العقار هي 17.7% أما المديونية فأظهرت أرقام المالية العامة ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 29.840 مليون دينار بنهاية آبو التي تشكل 96% من إجمال نمو الاقتصاد المعاد تقديره للعام الحالي عن مستواها المسجل في نهاية العام 2018 والبالغ 28.308 مليون كان 94% من الناتج المحلي الإجمالي الأسباب هي إضافة 219 مليون دينار قيمة القروض المحولة من صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي وحجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة 7 مليارات و400 مليون دينار إلى الحجم وبالانتقال إلى خبر آخر أكد مشاركون في القمة العربية للذكاء الاصطناعي الذي عقد في البحر الميت أن الأردن يمتلك الكفاءات الشابة لتطبيق برمجيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في داخل المملكة المشاركون أشاروا إلى مدى اتساع مجالات الذكاء الاصطناعي للاستخدام في مجالات الطب والزراعة والطاقة البديلة وإنتاج الكهرباء والصناعات الخفيفة والثقيلة وأكد المشاركون على أهمية توجيه الشركات الناشئة الأردنية نحو العمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في حين أكدت الحكومة توجهها لطرح برامج تعليمية بما يتعلق بالمهارات الرقمية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم واجبنا اليوم نبلش ببناء قدراتنا وبناء البنية التحتية لنتمكن من التعاون مع الذكاء الاصطناعي يوم الخميس سيكون على الاجتماع الأول لجنة الوطنية لبناء استراتيجية الذكاء الاصطناعي هذه اللجنة مكونة من شركات مقطع الخاص رائدة في الذكاء الاصطناعي مع موثل الحكومة من هذه الشركات تنافس في القانون في الجو في الشاتبوتس في شركات أردنية فازت على إي بي أم في العالم في كثير مخرجات نتطلع إليها من هذه القمة ومن هذا الاجتماع الضخم جدا أهم مخرج بالنسبة لكا فاي ساينس أن نأسس مختبر ذكاء الاصطناعي في الأردن للعامين القادمات زائد أنه نحاول نشبك وندرب عضل ضخم جدا من الشباب الأردني اللي هو أصلا متميز جدا في البرمجة وغيره لكن ينقص هاي الوثب القليلة اللي يصير مبدع جدا في عالم الذكاء الاصطناعي أكد رئيس هيئة الاستثمار دكتور خالد الوزني أن الهيئة ستكون الجهة المعتمدة رسميا لكافة المستثمرين مع كافة الجهات الحكومية وقال خلال رقائه بالمنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في المملكة لزيادة وضوحها وشفافيتها وتقليل المدة اللازمة للبدء في الأعمال وأشار إلى المشكلة التي تواجه المستثمرين هي ارتفاع كراف الإنتاج والطاقة مقارنة مع العالم مبينة أن الهيئة تدرس الممارسات المثلى في العالم بهدف الاستفادة منها في تحسين واقع البيئة الاستثمارية في الأردن إذا بدنا نشتغل بالاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي مش بس بالصناعات كلها في الطاقة في الأردن بحاجة إلى مراجعة شاملة للوصول إلى الكلفة المناسبة المعقولة التي تجعل من مستثمرنا قابل أو قادر على منافسة الآخرين في أرضنا في الأردن قبل ما يروح ينافس بالصادرات يعني اليوم إذا بدو يصنع في الأردن بعض الصناعات التي عبت يعتمد على الطاقة يواجه منافسة شديدة جو السوق الأردني إذا أنت جو بدو يحط بالسوق الأردني بلاقي من هو ينافسه على السعر في بعض المنتجات إذن السبب أنه لدينا كلفة الطاقة مشوهة لابد من إعادة النظر فيها وأنا بأعتقد أن الحكومة مقتنعة بذلك وتعمل على أن تتعامل مع هذا الملف لأنه بصراحة ملف لابد من نشتغل عليه بأسرع ما يمكن حققت مجموعة البنك العربي نموا في صاف الأرباح بنسبة 4% خلال التسعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى 668 مليون وتسعمائة ألف دولار وقال البنك العربي في بيان صحفي إن التسهيلات الإتمانية حققت نموا بنسبة 3% لتبلغ 26 مليار ومائة مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام الحالي رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري قال إن مجموعة البنك العربي استطاعت تعزيز أرباحها ومكانتها المالية بانتهاجها لسياسات مصرفية حكيمة تحاكي بنجاعة مختلفة تحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة وأكد أن استمرار البنك بتنفيذ رؤيته الطموحة من خلال تحقيق نمو مستدام بالإرادات المتآتية من مناطق تواجد البنك محلياً والعديد من المناطق الخارجية التي يعمل بها افتتح اليوم مشروع محططين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق وتبلغ الاستطاعة التوليدية للمشروع 50 ميجاوات تقريباً لكل محطة بكلفة تبلغ 180 مليون دولار حيث تنفذ المشروع شركة سعودية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية قالت عقب افتتاحها المشروع إن بافتتاح محططي الطاقة الشمسية يصبح الأردن أقرب للوصول إلى 20% من الطاقة المتجددة عام 2020 في حين أكد مدير العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الشركة أن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في الانتقال إلى توليد الطاقة النظيفة والمتجددة فيما أشارت سفيرة إسبانيا لدى الأردن أهمية المشروع لمنطقة المفرق التي تحتضن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين مؤكدة التزام إسبانيا بتعزيز التعاون مع الأردن في مجال الطاقة وتعظيم أثره الاقتصادي والبيئي نحن اليوم في محافظة المفرق لفتتاح محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية كل محطة منهم بقدرة 50 ميجاوات ونحن سعيدين بأنه بربط هذه الشباكات أصبح 13% من الكهرباء المولدة في المملكة تولد من الطاقة المتجددة أيضاً هذول المشاريع بشكل حوالي 10% من المشاريع الطاقة الشمسية التي اليوم تغذينا بالكهرباء وفتتح اليوم تحت رعاية الأمير طلال بن محمد المستشار الخاص لجلالة الملك في مركز الحسين للسرطان الطابق التاسع المختص بمرضى لوكيميا بتبرعين من الخطوط الجوية القطرية وبالنيابة عن دولة قطر وشكر الأمير طلال الخطوط الجوية القطرية على إيمانها برسالة الإنسانية لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان وعلى دعمها السخي الذي سيساهم في إنقاذ حياة العديد من مرضى السرطان وإعطائهم فرصة للحصول على العلاج بأحدث المعايير العالمية ويحتوي الجناح الجديد على 24 غرفة مختصة للعناية بالمصابين بسرطان الدم على مدار الساعة وسيتخذ من الخطوط الجوية القطرية اسما له للتأكيد على راقة الوطيدة التي تجمع بين الناقلة والمركز مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور أكد على أهمية افتتاح طابق الخطوط الجوية القطرية لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها لكافة الوطن العربي لفع مصابي مستوى الخطوط الجوية العاصم من والتطاق لأن قطر الأمام منصور أمامs من الصور في حيث مستوى الخطوط جزء في مزد النهائية إن كم يدرون المزيد على راقة العصة على سبيلات المعيزة من يغطون لفعل الجوية من يغطون من يغطون ولا يغطون المزيد لكي تحصيح الناس